اهلا بكم ذكر بلاغ للدوان الملكي ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية خلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الاول للمجلس امام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيم منارة المتوسط وكان جلالة الملك محمد السادس نصر الله قد اصدر تعليمته السامية للمجلس الاعلى للحسابات بعمل بحث شامل حول هذا الموضوع انطلاقا من ممادئ العدالة والصرامة والشفافية وفيما يلي نص بلاغ الدوان الملكي الصادر في اعقاب استقبال اليوم بالقصر الملكي بالرباط استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الاول للمجلس امام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيم منارة المتوسط وقد اكد تقرير المجلس الاعلى للحسابات ان التحريات والتحقيقات التي قام بها اثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة كما ابرز ان عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تفي بالتزاماتها في انجاز المشاريع وان الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التلموي وقد اكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش او اختلاسات مالية وفيما يخص الحكامة وعلى سبيل المثال فان اللجنة المركزية للتتبع المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين لم تجتمع الا في فبراير 2017 اي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع التي يرأسها عامل الاخليم انذاك على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء وعلى اضفاء الدينامية اللازمة لاطلاق المشاريع على اسس متينة ويضيف التقرير انه امام عدم الوفاء بالالتزامات والتأخر الملموس في اطلاق المشاريع فقد لجأت بعض القطاعات المعنية الى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية اقالم الشمال كوسيلة للتهرب من المسؤولية ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي وتعدد المتدخلين فيه فانه كان من الواجب ان تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية لتتبع مهمة الاشراف المباشر عليه بمبادرة من وزير الداخلية لا سيما اثناء فترة انطلاقته اما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في اطلاق المشاريع بل ان الغالبية العظمى منها لم يتم اطلاقها اصلا مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين باطلاقها الفعلي ونهوضا من جلالة الملك عزه الله بمهامه الدستورية باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم وتفعيلا لأحكام الفصل الاول من الدستور وخاصة الفقرة الثانية منه المتعلقة بربط المسئولية بالمحاسبة وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية والمجلس الاعلى للحسابات وبعد تحديد المسئوليات بشكل واضح ودقيق يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسئولية قرر جلالة الملك عزه الله اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات في حق عدد من الوزراء والمسئولين السامين وفي هذا الإطار وتطبيقا لأحكام الفصل السابع والأربعين من الدستور ولسيما الفقرة الثالثة منه وبعد استشارة رئيس الحكومة قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسئولين الوزاريين ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بصفته وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة محمد نبيل بن عبد الله وزير أعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بصفته وزير السكنة وسياسة المدينة في الحكومة السابقة الحسين الوردي وزير الصحة بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة السيد العربي بن الشيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلب بالتكوين المهني بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا كما قرر جلالته اعفاء السيد علي الفاسي الفهري من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات قرر جلالة الملك حفظه الله تبليغهم عدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا ويتعلق الأمر بكل من رشيد بن المختار بن عبد الله بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا لحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقا لحسن سكوري بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا محمد أمين صبيحي بصفته وزير الثقافة سابقا حكيم الحيطي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقا إطرى ذلك كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة أما فيما يخص باقي المسؤولين الإداريين الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم وعددهم أربعة عشر فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته ومن جهة أخرى أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في الخامس والعشرين من يونيو الفين وسبعة عشر وقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين وتحقيق تقدم المنموس على صعيد إنجاز المشاريع وفي هذا الصدد إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التلموي منارة المتوسط لتفادي الإختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التلموية بمختلف جهات المملكة كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية لتحسين الحكامة الإدارية والترابية والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية في ظل دولة الحق والقانون وكما هو معروف عند الجميع فإن جلالة الملك منذ توليه العرش يحرص شخصياً على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها معتمداً منهجية خاصة تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ وعلى ضرورة احترام الالتزامات وتشدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط وإنما تشمل جميع مناطق المغرب وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحفيز المبادرات البناءة وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام في هذا السياق أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر